الحصاد من قناة الفلوج أعلا بكم في حصاد الفلوج معكم محمد الكبيسي وأنا أمل علي والبداية بالعناوين مجددا دعمه لجهود تطوير المؤسسة الدينية الخنجر يبحث مع الخزرجي تطوير عمل دوائر الأوقاف العفو العام والأحوال الشخصية على طاولة النقاش البرلمان يعاود لنعقات ودعوات للإسراع بإقرار القوانين بجهد استخباري كبير ومنظم وثبت الأسود في صحراء الأنبار تطيح بقيادات تنظيم داعش فصائل متحالفة مع إيران استهدفت منشاة تابعة لنا واشنطن تصاعد اللهجة وتهدد بالرد أزمة اقتصادية قريبة الحدوث تحذيرات من تأثير خفاض الدولار على الموازنة وعجزها من جديد أهلا بكم أكد رئيس حزب السيادة شيخ خميس الخنجر دعمه جهود تطوير المؤسسة الدينية وذلك خلال استقباله رئيس ديوان الوقف السنية الدكتور مشعان الخزرجي في مقره في مغداد وخلال اللقاء جرت مناقشة مواضيع عدة تتعلق بأعمال الوقف وواجباته وشدد الخنجر على أهمية تطوير عمل دوائر الأوقاف والحفاظ على ديمومتها مؤكدا ضرورة استمرار الخطاب الديني الجامع والموحد للصفوف مع التركيز على الحفاظ على الهوية ودعم جهود الوسطية والاعتدال إلى ذلك ثمن إمام وخطيب جامع سعدي العمر الشيخ الدكتور أنس محمود العساوي ثمن جهود الشيخ خميس الخنجر في متابعة المساجد وتلبية حاجاتها مشيدا بموقفه اتجاه القضية الفلسطينية ودعمه للفلسطينيين الشيخ خميس الخنجر الله يزال بالخير خط خطوة يمكن ماكو زعيم سني من قبله فعلها لا فعلها قبل ولم نسمع بها أبدا اللي هو متابعة المساجد الله يزال بالخير في كل جمعة يروح يزور واحد من المساجد والله يزال بالخير يولبه كثير من احتياجات المساجد والمشايا في الدورة في العامرية في الغزالية في الأعظمية في كل مناطق بغداد منذ بدأ الاعتداء على غزة وإلى يومنا هذا في كل يوم مهرجانات وجمع أموال خيرية وإيصالها للفلسطينيين وإلى موقف مشرف من القضية الفلسطينية في زمن سكتت فيه الأفواب وانتقد الشيخ العيساوي خلال خطبة الجمعة الصمت العربي والإسلامي على حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ شهور طويلة فيما أكد أن الفلسطينيين كشفوا زيف مبادئ حقوق الإنسان التي يتغنى بها الغرب ليلة نهار صوروا لنا أن الغرب يراعي حقوق الإنسان وحقوق الحيوان ويخاف على الفقراء والمساكين وههم اليوم يجهزون أسلحتهم ليقتلوا أهل غزة أهل غزة لا تزالت إن مساجد تقصف ومخيمات تهدم على رؤوس أبنائها أم حامل تقتل فيخرج ابنها من بطنها وولد يفقد أباه وأب يفقد أبناءه والعالم الإسلامي كله يتفرج أين نحن من الإسلام؟ أين نحن من الإسلام يا أمة الإسلام؟ المعتصم نادته إمرأة في عمورية فقالت ومعتصما فجهز جيشا وأقسم على نفسه أن لا يضع طيبا ولا يستظل بظل حتى يأخذ للمرأة حقها فدخل عمورية فاتحا وأنصف هذه المرأة وعاد لها حقها كم من إمرأة اليوم تنادي وإسلاماه وعروبتاه ومحمداه لكن أين بالمعتصم حتى يجيب هؤلاء الثكلاء؟ أمنياً كشفت قيادة العمليات المشتركة هوية ستة من قادة تنظيم داعش قتلوا في عملية عسكرية في صحراء الأنبار وذكرت القيادة في بيان لها أن عملية وثبة الأسود استهدفت مقارات ومضافات قيادات داعش وتبعتها ثلاث عمليات برية وإنزال القوات بتخطيط وإشراف من قيادة العمليات المشتركة نفذها جهاز مكافحة الإرهاب وفرقة القوات الخاصة وقطعاتهم من الفرقة الخامسة مضحة أن العملية أسفرت عن مقتل معظم قيادات داعش في الصف الأول إضافة إلى تفجير أكثر من عشرة أحزم ناسفة وعبوات ناسفة ومتفجرات تحت السيطرة مؤكدة تعرفها على هوية أربعة عشر جزائريا من قيادات داعش من جانبه قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول إن نتائج عملية وثبة الأسود كانت كبيرة إذ تم قتل قيادات من الصف الأول لداعش رسول أشار إلى أن هذه العملية تعتبر رسالة على أن القوات الأمنية ستصلهم أينما كانوا فيما كشف أن هذه العملية تم التخطيط لها منذ فترة وفق معلومات استخبارية دقيقة لافتا إلى أن الضربة أربكت داعش هذا وشاد خبراء أمنيون بالنتائج التي حققتها عملية وثبة الأسود في صحراء الأنبار واعتبرها إنجاز كبيرا يعكس قدرات جهاز المخابرات الوطني وعرب مستشار الأمن القومي قاسم الأعراجي عن فخره بجهاز المخابرات الوطني العراقي مشيدا بعمله الاحترافي الذي أسفر عن قتل قيادات داعش وأشار خبراء أمنيون إلى أن العملية جاءت في وقت حساس مع تزايد التحديات الأمنية في البلاد مؤكدين أن عملية وثبة الأسود تعكس التطور الكبير في قدرات القوات الأمنية العراقية نبقى في الملف الأمني إذا أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد أن الفصائل المتحالفة مع إيران شنت هجوما يوم الثلاثاء الماضي استهدفت به منشأة دبلوماسية أمريكية في العاصمة بغداد وأكدت السفارة في بياننا أن الهجوم وقع على مجمع الدعم الدبلوماسي الأمريكي في بغداد ولم ترد أنباء عن إصابات وأشر المتحدث باسم السفارة إلى أن الدلائل تشير إلى أن الهجوم نفذته الفصائل المتحالفة مع إيران والتي تعمل بحرية في العراق مجددا دعوة السفارة للحكومة العراقية إلى حماية البعثات الدبلوماسية والأفراد العسكريين الأمريكيين الموجودين في العراق بدعوة من الحكومة مؤكدا أن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها وحماية أفرادها في أي مكان في العالم من جانبها أكدت خلية الإعلام الأمني أن القوات الأمنية مستمرة وملتزمة بحماية جميع المقارات والبعثات الدولية عن طريق توفير الحماية وتوفير جميع الإجراءات الأمنية التي تمكن البعثات من أداء عملها بشكل صحيح وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي أن البعثات والمنشآت الدبلوماسية تتمتع بحماية أمنية جيدة فيما أشار إلى أن توفير الحماية للبعثات سيعمل على تطوير المصالح والعلاقات الدولية بقدرات عالية مضيفا أن الوكالات الأمنية والاستخبارية تعمل ليلا ونهارا من خلال مكافحة ومطاردة الإرهابيين في كل مكان حول الشأن الأمن ينضم إلينا من بغداد الخبير الأمني والعسكري الدكتور أحمد الشريفي مرحبا بك كيف تقيم نتائج عملية وثبة الأسود وتوقيتها هل ترى تقدما ملحوظا بالمعلومات والتعامل معها؟ بسم الله الرحمن الرحيم لا شك مثل هذه العمليات تصنف أنها عمليات نوعية ومنذ التحرير إلى الآن العمليات التي تجري في الأنبار تصنف أنها ذات أداء عالي جدا في الكفاءة سواء كان على مستوى استثمار الجهد الوطني أو على مستوى التعاون المشترك مع التحالف الدولي وهذا بحد ذاته الدلل على أنه مبدأ العمليات الاستباقية الذي هو جزءا مهم وحيويا في استراتيجية الردع بات ناجعا بشكل كبير جدا والعمليات التي تجري تتضمن الأبعاد الثلاث استهداف المواقع المهمة والحساسة استهداف منظومة القيادة والسيطرة ثالثا وهذه المعادلة الأهم أنه باتت القدرات الوطنية على مستوى الرصد والمعلومة الاستخبارية عابرة للحدود والمنجز الذي يحقق بالحقيقة جهاز المخابرات الوطني يدلل على أنه عملية رصد نشاط التنظيم في مواقع خارج الحدود العراقية بات بكفاءة عالية جدا حتى تحقق العمل الاستباقي في تقديري على مستوى الجهد الوطني نعم هناك ارتقاء كبير جدا في المهارات القتالية في تعزيز القدرات الاستخبارية فضلا عن التعاون الذي لطالما تحدثنا عنه وعن به التعاون مع التحالف الدولي ومع الإرادة الدولية يجعلنا في المسار الصحيح في التعامل مع تهديد يصنف تهديد للأمين والسلم الدوليين وهو تهديد عابر للحدود في شأن آخر دكتور بيان السفارة الأمريكية اتهم فصائل متعاونة مع إيران باستهداف مجمع الدعم الدبلوماسي الأمريكي في بغداد يوم الثلاثاء الماضي هل برأيك سيترتب على ذلك رد أمريكي قريب؟ نعم في تقديري هذه الضربة ستشكل دالة ومتغير في علاقة الولايات المتحدة بالتحديد وليس التحالف الدولي مع الفصائل لأسيما أن الولايات المتحدة انهلت اللجان التحقيقية ثلاثة أيام يعني لم يصدر بيان مباشر بعد الحادثة من قبل الاستفارة الأمريكية على اعتبار أن بعض الجهات من الفصائل نفت مسؤولية الفصائل عن الضربة فأعطت الولايات المتحدة سقف زمني للتقصي وإجراء التحقيق الدقيق حتى تتوثق بشكل دقيق على أن الفصائل هي التي شاغلت بما أن التقرير صدر بعد ثلاثة أيام فدليل على أنها وصلت إلى حقائق بيدانية ثبت فيها ومن خلالها بالدليل أن الفصائل هي التي تقف خلف هذه الضربة هذه ترفع منسوب الحرج على السيد السوداني لأنه المكلف رسميا في حماية الهيات فضلا عن أنها ستعطي الحق للولايات المتحدة وفق مبدأ حق الدفاع عن النفس في الرد فإذا ردت الولايات المتحدة لا نستبعد أن يكون هناك تصعيد بين الفصائل التي رصدت عبر آليات التحقيق أنها هي التي تقف خلف الحادث وهذه كلها بالحقيقة تربك الوضع الأمني لا سيما نحن في ظل وضع سياسي قلق غياب رئيس البرلمان احتمال إجراء تعديل وزاري وما يترتب عليه من آثار فضلا عن الوضع الاقتصادي التي باتت أسقاطاته تمس بسلامة الاستقرار المعيشي للفرد بدأت الأسواق تضطرب وهناك إرباك فنحن نحتاج بالحقيقة إلى موقف وطني موحد ينظر إلى هذه التوازلات ويقف عند الواجب والالتزام الوطني في عدم افتعال أزمات لا سيما أن البلد لا يستطيع أن يتحمل أزمات جديدة رغم أن الإعلام الأمني أكد أن العراق مستمر بحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات إلا أن غالبية الاستهدافات تنجح بالوصول دون صد فعلي لها أين يكمن الخلل في تشخيص الخروقات أو القبض على الخارجين عن القانون أحسنتم نحن دائما عندما نتحدث عن تأمين الاستفارات وبالمناسبة تأمين الاستفارات ليس منها للدولة المضيفة لأن أيضا سفارتنا في الولايات المتحدة تخضع إلى اتفاقية فيينة 61 وفيينة 62 فيينة 61 نظمت العلاقات الدبلوماسية بين الدول لكنها اتفاقية فيينة 60 أعطت مساحات واسعة للحصانة للأفراد وللمحرمات يعني مو فقط السفارة لا يجوز استهدافه وإنما في بعض الأحيان هناك أماكن يطلق عليها بالمحرمات التي هي قريبة إلى السفارة هذه أيضا عدم المساس فيها بل أبعد من ذلك أنه إذا عناصر تابعين إلى السفارة تعرضوا حتى إلى التنمر في خارج ميدان عملهم فمن حق الدول أن تقاضي الدول الأخرى لانتهاك اتفاقية فيينة فالاتفاقية حساسة جدا في نظم العلاقات الدبلوماسية الذي يصار عدنا الحزام الآمن القريب للسفارة مؤمن لكن الذي يصار عدنا هو يصار عدنا مشاغلة عن بعد وهذه المشاغلة عن بعد أخطر لأنه قد يكون ذا المشاغلة مباشرة نلقيها على شخص متطرف شخص منفعل نقول هذا مجنون وترتكب هذا لكنها من الصر المشاغلة عن بعد تدلل على خل الأمني وتدلل على أن هذه الجهات تمتلك موارد من تحرك درون أو صاروخ للاستهداف معناها تمتلك مرونة التحكم بالميدان وتمتلك الموارد التي تعجز الأجهزة الأمنية عن رصدها واستمكانها وتحقيق العمل الاستباق فيها فهذا المفصل بالتحديد سيضعنا في حالة حرج شديد سواء كان لمؤسساتنا الوطنية وعني بها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية أو للقائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء سياسيا ضمن أسس ومبادئ اتفاقية في الستيل شكرا لك الخبير الأمني والعسكري الدكتور أحمد الشريفي على كل هذه المعلومات في الملف الاقتصادي عبر خبراء اقتصاد عن مخاوفهم من اعتماد الحكومة في موازنة عام 2004 سعر سبعين دولارا للبرميل مما قد يحدث أزمة اقتصادية في حال انخفاض الأسعار عن هذا المستوى واقترح المتخصصون اللجوء إلى بيع جزء من ممتلكات الدولة لصناديق التمويل الذاتي إلى حين تحسن أسعار النفط من جانبه أوضح عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي أن الرواتب المطلوبة لعام 2024 تقدر بـ 85 تريليون دينار مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في تمويل المشاريع الاستثمارية للمحافظات والوزارات وشدد الكاظمي على ضرورة وضع خطط للتقليل الاعتماد على الاستيراد وتشجيع القطاع الخاص وزيادة الإرادات غير النفطية للتقليل الاعتماد على الاقتصاد الريعي من جانبها أكدت اللجنة المالية النيابية أن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل مشيرة إلى إمكانية حدوث تأخيرات بسيطة في بعض المؤسسات وأكدت الحاجة إلى إيجاد حلول للإيرادات غير النفطية لمواجهة تأخير بنود الموازنة وأشرت اللجنة إلى أنها لاحظت مشكلة خطيرة تتعلق بالاعتماد الكبير على إيرادة النفط في الموازنة مما قد يتسبب في تأخير تنفيذ بنود الموازنة مؤكدة ضرورة استرداد الديون من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلى باب الحيث تلتهم عجلة الاستثمار مؤسسات رياضية بعد طرح عدة أندية للاستثمار لتحويلها إلى أراضي سكنية ومشاريع تجارية مزيد في التقرير التالي هذا ما تبقى من المدرسة الكروية في بابل وأكاديمية الفراتين الرياضية أطلال مهدمة تمهيداً لتحويلها إلى قطع أراضي سكنية ومشاريع تجارية ينطبق الحال على نادي بابل ونادي الحلة ونادي المتحتية وبقية المؤسسات الرياضية في بابل والمحافظات المجاورة تغيير الأندي الرياضية وتحويلها إلى مولات أو مباني عامة أو ما شابه أثر كبيراً عن الرياضة البابلية كانت بابل متميزة بكرة السلة واليوم بدأت تتراجع من المعيب جداً أنه اليوم نشوف أماكن هي تابعة إلى الشباب والرياضة بالتحديد وبالتالي تفتح مدرسة أو مول أو غير شيء آخر كان مفترض أنه أكون توضع فتشروط معينة بهذا الاستثمار ومن الجدير بالذكر أن قانون استثمار أملاك وزارة الشباب والرياضة يشترط أن تقام عليها مشاريع تخدم الشباب والرياضة لكنها استثمرت لإنشاء مشاريع تجارية بحتة لا علاقة لها بدعم الشباب والرياضة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في تسعة كانون الثاني 2021 على تحديد الآليات التي تعمل وفقها وزارة الشباب والرياضة من حيث الاستثمار والتأجير العائد لأملاك الوزارة على أن يكون ضمن الأنشطة الرياضية دون ما سواه مديرية شباب ورياضة بابلة هي الجهة المسؤولة عن المؤسسات الرياضية اعتذرت عن التصريح بما يخص استثمارها قائلة أن موضوع الاستثمار يقع ضمن مسؤولية جهات عليا في الوزارة رياضي بابلة يقولون إنهم ما زالوا يأملون أن يتم التراجع عن هذه القرارات وأن يعاد استثمار المواقع الرياضية لبناء ملاعب متطورة وقاعات رياضية ومسابح أولمبية لأن واقع الرياضة في المحافظة بحاجة ماسة إليها عيسى العطواني قناة الفلوجة بابل بعد سنوات من شح المياه وتقليص الخطط الزراعية تجاوز المخزون الماء لبحيرة حمرين ملياري لتر ما أنعش الأمل بعودة الزراعة إلى ديالة بدعم من تقنيات الري الحديثة مزيد في التقارير التالي أربع سنوات مرت وديالة تعاني من شح المياه مما اضطرها إلى تقليص الخطط الزراعية لأكثر من النصف هذا العام تجاوز المخزون الماء لبحيرة حمرين أكثر من مليارين لتعود الحياة للزراعة أبو علي أحد الفلاحين الذين يستخدمون الطرق الحديثة للسقايا من خلال نصب مرشات متطورة يترش مياه وعشرين دونم اقتصادية بالمياه نحن عندنا الموسم موسم جفاف الرش يجينا يوم يومين بالزايد فايدة المرشة الانتاج خير من الله الوقت للرشبي أسرع من المضاخات تحتاج الزراعة إلى ثمانين بالمئة من حجم التصريفات والإطلاقات اليومية للمياه هذه الإطلاقات تعتمد على ثلاث سدود رئيسية في ديالة وأهمها سد حمرين حيث يغطي سبعين بالمئة من المساحات الزراعية نمثل الشريك الأكبر للموارد المياه وهو القطاع الزراعي حيث حجم الاستخدامات المائية تصل من خمسة وسبعين إلى ثمانين بالمئة إضافة إلى باقي الاستخدامات لقطاع النفطي والصناعي والكهرباء والسياحة تدعم وزارة الموارد المائية والزراعة طرق الرئي الحديثة من خلال المرشات والتنقيط والتي توفر نسبة خمسين بالمئة من المياه وتساهم في رفض المحاصيل الزراعية بزيادة الانتاج مما يؤمن توفير الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي كما حصل هذا العام لمحصولي الحنطة والشعير هذا الموضوع يؤمن الأمن الغذائي بشكل مستمر سنويا كذلك يساعد وزارة الموارد المائية على تأمين المياه لمختلف القطاعات كذلك يساعد الفلاح على رفع مستوى الانتاج وتقدر المساحة الزراعية في ديالا بأكثر من نصف مليون دهنمين مما يجعلها في مقدمة المحافظات المنتجة للمحاصيل وأهمها الحمضيات على أمل الاستمرار في الصدارة في حال يطبق الطرق الرئي الحديثة في أغلب هذه المساحات من محافظة ديالا عمر العبيدي قناة الفلوجة تواجه البصرة تهديدات متزايدة بسبب تلوث مياه شط العرب ما يؤثر على المحاصيل الزراعية والتنوع الأحيائي ويزيد من مخاطر الأمراض ومع تصنيف العراق بين الدول الأكثر عرضة للكوارث أكد متخصصون على ضرورة التحرك السريع لحل هذه الأزمات مزيد في التقرير التالي مياه بزل ومياه ثقيلة وتصريف صناعي غير معالج وارتفاع في نسبة الملوحة تتحد جميعا لتهدد جودة مياه شط العرب مما يشكل خطرا على المحاصيل الزراعية والتنوع الأحيائي والأسماك التي تعد مصدر رزق لكثير من البصريين نتيجة لقلة الأمطار وشحة المياه وقلة واردات المياه القادمة من نهري دجلة والفرات هذا أدى إلى قلة الغطاء النباتي الأخضر والعلف الأساسي والرئيسي بالنسبة لمربي جاموس ومربي الحيوانات في تلك المناطق محافظة البصرة حال أسوة بمحافظة العراق تأثرت نتيجة ظروف المناخية تغير ظروف المناخية المربيها البلد بصورة عامة والشحة المائية حقيقة هذه الظروف أدت إلى انخفاض كمية الأسماك المنتجة والواصل إلى الأسواق المحلية متخصصون كشفوا أن الفيحاء من بين أكثر خمس مدن تأثرا بالتغيرات المناخية مبينين أن تلوث المياه والتربة والهواء جراء الاستخدامات الصناعية في المحافظة رفع مؤشر الخطر على البصرة العراق واحد من خمس دول أكثر تأثيرا بالتغيرات المناخية لا سماو أن العراق يعاني من شح كبير في المياه وكلما قلت الإطلاقات المائية كلما قثرت سمية المياه خاصة البصرة أكثر المناطق العراق تأثرة لأن بها إنتاج غاز وإنتاج نفط وهذا يأثر تأثير كبير لكن نأمل من الحكومة العراقية أن نتعالج هذا الموضوع أكاديميون من جانبهم أشاروا إلى أن سؤال إدارة والحروب التي مرت على البصرة كانت سببا كبيرا في تلوث المحافظة فوضلا عن الإهمال الحكومي لمعالجة هذه الظواهر الأمر الذي انعكس على نسب الأمراض المتفشية من سرطانات وفشل كلوي وأمراض جلدية أنا عدة ثمان أصابات سرطانية بشارعي به دعش أصابة سرطان بمنطغتي أزل من ثمانية وثلاثين أصابة بمنطغتي أي حقوق ماكو بيعنا بيوتنا وقاعدين ببيوت زراعية وجاي مفكر نبيحها خالد السلامة لقناة الفلوجة البصرة بالعودة إلى الملف الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط ينضم إلينا من بغداد الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش مرحبا بك سيد مصطفى بداية ما هي التأثيرات أو تداعيات المحتملة لانخفاض أسعار النفط على الوضع الاقتصادي في العراق نعم بداية رحضتش ورحبت مشاهدي قناتكم الكرام العلاقة حقيقة متعودة على موضوع انخفاض أسعار النفط يعني ليس موضوع بالجديد سالتها الحالة 2014-2015-2016-2017-2021 والتداعيات التي كانت الدولة قدرت تدفع الرواتب استمر موضوع الرواتب والنفقات الحاكمة لكن المشاريع الاستثمارية حصل بها تلكو التي هي بها عجلة الاستثمار تتوقف هذا هو التداعيات التي تحصل في حالة انخفاض أسعار النفط وحقيقة نحن مارين بها كذا مرحلة ونحتاج حقيقة نفكر بالمستقبل لنحصن الاقتصاد العراقي من أسعار النفط التفذبة من خلال فتح اقتصاديات جديدة نعم ولكن يعني كما هو متعارف أنه الموازنة العامة في العراق تعتمد على عائدات النفط بمقدار 90% لابد أن هناك تأثيرات أخرى الموازنة شقين شق تشغيلي بين نفقات حاكمة وشق استثماري نعم شق التشغيلي حتى لو صار سعر النفط 50 دولار الدولة جاية من بحبوحة جاية من 3-4 سنوات احتياط البنك المركزي بزيادة يوجد للدولة بعض الاحتياطيات في مصارفها في بعض السناديق يوجد للدولة رصيد لدى مبيعات النفط فالدولة قادمة من بحبوحة جيدة حتى إذا نخفض سعر النفط على مستوى 50 دولار الرواتب والنفقات الحكمة لا أعتقد تتأثل هذا الحديث على 24 وكذلك إلى غاية منتصف 25 نعتقد أن الدولة قادرة على السيطرة على موضوع الرواتب لكن الجنبة الاستثمارية ستتوقف طبعا الجنبة الاستثمارية تحدث عن أكثر من 7000 مشروع هسا كلها تتوقف ما أعرف تتوقف نسبة منها 20% توقفها 50% طبعا توقف المشاريع الاستثمار يعني اندثار يعني سنتلوخ إذا في حالة رجع أسعار النفط الدولة العراقية ما راح تصرف عليها نفس التكلفة قبل التوقف لا راح تسببين حالة اندثار بالنتيجة الدولة العراقية يجب أن تصنع نفسها صد من موضوع خاص بمعادلة السعر للنفط معادلة السعر للنفط شوفي حضرت الشجد معادلة معقدة يعني الرؤية الأمريكية اللي هي من مستوى 60 إلى 65 دولار تقول لك أنا مثل ما أصد النفو الصخري 65-60 يربح أنا أستولد نفوط 10-8 مليون أريدها بأسعار 60-65 حتى ما تكون غالية علي هاي رؤية أمريكية وأوروبا الشاركة الرأي طبعا أمريكا متحكمة بالأسواق العالمية متحكمة بالمحيطات وتقدر السيطرة على التعريب وغيرها هاي رؤية هاي معادلة تنزل السعر رؤية أوبك بلاس لا أقل شيء 71 دولار والتصاعد هاي رؤية في ذلك أوبك بلاس بيش تتعامل التعامل بتخفيض الانتاج هذا كذلك رؤية طبعا إذا تحدث عننا ماكو شيء ماكوش راح يرتفع الخفض تبدو أمريكا تريد تنزلها تحاول تنزلها أوبك تحاول السعادة تجي رؤيات أمنية موضوع روسيا أوكرانيا هذا الموضوع كل ما شارف على الانتهاء كل ما اسعار النفط تأخذ بالانخفاض موضوع تهريب النفط الروسي أمريكا كل ما تحاول تضغط هذا النفط للأسعار ترتفع والعكس تأتي المعادلات الاقتصادية شركة إيفرغانت الصينية التي على وشكي انهيار شركات المقاولات الصينية بعض الشركات الأوروبية إذن ما هي الإجراءات؟ انتشار جد القردة هذا الوباء المتخوف نعم سيد مصطفى إذن ما هي الإجراءات التي مطلوبة من قبل الحكومة وخيارتها المتاحة؟ الإجراءات من قبل الدولة العراقية اللي نحصل نفسنا من موضوع النفط تذبذبة هو بالتأكيد رح يبقى بمستوى الطبيعي 65 دولار لكن هذا الطبيعي هم مدى يكفينا إجراءات كالتالي الدولة يجب أن تسعى إلى التفكير بموازنة ثلاث موازنات موازنة واحدة موازنة أولى مشاريعها يعني رواتبها وبرامج خاصة أنا مع أن الدولة ستسوي لها بالسنة برنامج السنة جسور سنتلق صحة سنتلق نقل السنة برنامج برنامجة مو أكثر هذا ما راح يأخذ كثير من الموازنة خلي أخذها إلى 5 إلى 8 مليار دولار بالزايد راح تبقى عندك فائض سنتل عندك نفوض فائض من 20 إلى 50 مليار دولار أنا مع أني كل سنة تنقر موازنتين أخرى غير الموازنة الأولى وهذا أن الموازنات ماكو منع تكون دولارية ماكو داعي أنها دينارية موازنة أولى تنظيمية للقطاع الخاص تعاليها بالمدن الصناعية تعاليها بالمدن السياحية تعالي أبو المدن الاقتصادية تعالي أبو طريق التنمية تعالي أبو اللي سوي لعلاوي جملة وسوي لأسواق شعبية أنا إذا سوي بنية تحتية للاستثمار للقطاع الخاص طبعا هذا يحتاج لها فلوس مو الدولة تستثمر مو الدولة تستوي مصنع لا مدينة صناعية مو الدولة تستوي مشروع سياحي فهذه بنية تحتية هذه الإجراءات على المستوى البعيد لانتشار الاقتصاد العربي من الاقتصاد الرائعي لكن ماذا بالنسبة للإجراءات الحالية أو للتحكم بتأثيرات انخفاض أسعار النفط صادقيني مستوى بعيد نقدر ننفذها من سنت القادمة بدل ما نوسع قاعة المشاريع نخفضها يصير لدينا موازنة يصير لدينا فائض ونقسمها موازنة موازنة قطاع الخاص نسوي لها بنية تحتية كأرباة استثمارية ومدن الصناعية وغيرها ونسوي بالدولار هذا الكلام ممكن ندفع الشركات أجنبية تجي تبنينا هذا الموضوع ونحط رصيدها بالدولار وسوي موازنة أخرى موازنة قروض هاي المعامل هاي المصانح هاي المشاريع شون تشتغل يحتاج لنا ندخلها مبالغ على شكل قروض طبعا ذن الموازنتين ممكن بالدينار جزء وممكن بالدولار هذني راح شي سوي ستقول لي شون بالدولار أنا معمل شي سوي بالدينار أفتح الاعتماد جبل المعمل مات ذنني راح يسوي نقطع خاص يبدينا بالصناعة بالزراعة بالسياحة بالثقافة بالنقل طبعا نقطع الخاص يسوي راح يجذب الشباب يجذب الخريجين تبدي موازنة الدولة يطلع منها تقاعد الموظفين ما راح يصير بها تعينات كبيرة يبدي يصير توازن يبدي تنخفض موازنة الدولة والقطاع الخاص يسعد ترجع الفلوس كل سنة القطاع التنظيمي وقطاع القروض ما تروح لفلوس هاي الموازنة ترجع ندورها يعني لو سنة واحدة قدرنا نقصم مبلغ للقطاع الخاص نقدر ندورها في كل سنة نبني قطاعنا الخاص تبدي الموازنة تستقر تنزل يصير عندك قطاعات ويصير عندك توازن بالموازنة أنا أعتقد أن الدولة يجب أن تفكر بهذا الموضوع نبني قطاعنا الخاص نسرع وطيرته حتى نسيطر على موازنة الدولة لا ترتفع ترتفع تتفعه فهذا يومنا نقعد نقعد كل طاقة الدولة هي رواتب لا ما دام أكو فرصة خلن نفتح القطاع الخاص تقول لي الدولة السوي قطاع خاص ستجيب معمل أقول إيش غلط سوناها وما نجحت الدولة بس تنظيمية مدينة صناعية طريق استثماري كعرباء استثمارية واشجع القطاع الخاص تعال يعني عراقي ومجنبي تعال سوي معامل تعال سوي زراعة تعال سوي سياحة وأكو قروب وأكو بنية تحتية يصير المعمل بدل ما نموذج المدينة الصناعية المعمل بدل ما الآن يحصل جاسته في سنتين يتحصل بخمسة أيام نعم الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش كنت معي من بغداد شكرا جزيلا لك الأخبار مستمرة النواب استينافع عقد جلساته يوم الاثنين المقبل في جلسته العاشرة من فصله التشريعي الثاني ضمن سنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة ومن المتوقع أن يناقش المجلس عدة قوانين مهمة منها قانون العفو العام وقانون الاختفاء القصري بالإضافة إلى استكمال القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية ويشار إلى أن عددا من نواب القوى السنية يضغطون نحو الإسراع في دفع تعديل قانون العفو العام باتجاه القراءة الثانية والتصويت عليه ويؤكد هؤلاء النواب أن إقرار هذا التعديل سيساهم في إعادة محاكمة كثير ممن تعرضوا للظلم وصدرت ضدهم أحكام تعسفية ما يزال تعديل قانون العفو العام ينتظر الضوء التشريع وسط استمرار التأجيلات السياسية ومع اقتراب موعد القراءة الثانية تتزايد الدعوات الشعبية لفصل العفو العام عن قانون الأحوال الشخصية في محاولة لتسريع تمريره بعد قراءة أولى مشتركة نزيد في التقرير التالي تعديل قانون العفو العام ما يزال يبحث عن ضوء في نهاية نفق التشريع المصادر النيابية تتحدث عن موعد للقراءة الثانية للقانون يوم الثلاثاء المقبل مع دعوات شعبية لإخراجه من سلة التمرير الواحدة لقانون الأحوال الشخصية بعد أن مضت قراءتهم الأولى معا يجب أن يقر هذا القانون بعيدا عن زجة ومع قانون الأحوال الشخصية بسلة واحدة وخصوصا أن اتحاد تحالف الدولة الذي تشكلت على أساسه الحكومات كان من بين الشروط المهمة هو قانون العفو العام لكن الذي أخلى بهذا الأمر هو الإطار ولم ينفذ هذا الشيء وجعل القضية في عاتق مجلس النواب ليقر هذا الأمر بينما هو متفق عليه مسبقا لذلك أنا أقول قانون العفو العام اليوم بات ضرورة يحجز العفو العام مع أكثر من 150 تشريعا مرحلا من الدورات المتعاقبة للمجلس مكانة في رفوف التأجيل والمماطلة السياسية بحسب وصف الأوسط المحلية من المادة 61 اتفاق مبدئي على إصدار تأشيرة المغادرة لمجموعة من القوانين غير الجدلية كقانون المحامات ومناقشة قانون المخدرات هناك مزاجية في اختيار القوانين التي تطرح على جدول أعمال مجلس النواب بصراحة هذه المزاجية تأتي من قبل الكتلة السياسية وليس من قبل رئاسة البرلمان رئاسة البرلمان هي بالتالي مكونة أو تابعة بعض رئاسات البرلمان إلى كتلة سياسية ربما تستشيرها قبل أن تطرح هذه القوانين لذلك هذه القوانين تطرح أو تخضع إلى أمزجة سياسية للأسف ومن ثم تطرح إلى البرلمان ويعتقد مهتمون لشأن النيابين غياب الرئيس أصالة يتحمل جزءا من هذه التاركة التشريعية المعطلة وعرقلة تمرير بعض القوانين المهمة مما يؤثر سلبا على عمل البرلمان وتقييمه في مستقبل الحياة السياسية على الحديد قناة الفلوجة بغداد للحديث أكثر عن قانون العفو العام نرحب بالسياسي المستقلة الدكتور سينان السعدي مرحبا بك من بغداد ما الإشكالية الفعلية التي تمنع القوى السياسية من التصويت على قانون العفو العام بسم الله الرحمن الرحيم ببداية أحيي حضرتك ومشاهدي قناة الفلوجة الكرام سيد الكريم في حقيقة الحال لا يوجد قانون عفو عام يعني يروجه في الإعلام هو امتداد للقانون الرقم 27 أتصادر في عام 2016 فيما يتعلق بالعفو العام لكن الذي حدث هو إرسال فقرة من رئاس الوزراء إلى مجلس النواب الشبه معطل أثارت جدل واسع وهي تحديد أو تشخيص الانتماء لكن فلنفرض هناك قانون سيد العزيز فيما يتعلق بواقع الحال الحكومة والإطار التنسيق الملزمين بتنفيذ قانون العفو العام السبب الأول انتحالف إدارة الدولة قد تم الاتفاق فيه بين القوى السياسية السنية والشعية على تمريض قانون العفو العام مقابل انتخاب السيد السوداني الصفة الثانية الملزمة أن البرنامج السياسي أو البرنامج الوزار السيد السوداني جاء فيه تم mathematics أو إقرار قانون العفو العام هذه الصفتين ألزمت الحكومة ممثلة بالسوداني والإطار التنسيقي كشريك سياسي للسنة المتفقين على قانون العفو العام على تنفيذ هذا القانون لكن هذه المماطلات السياسية والمزايدات السياسية ليست بجديدة لكن إذا جاوزنا هذه المشكلة هل ترى أن هناك ضغوطا سياسية تبحث عن تنازلات من القوى السنية قبل تمرير القانون؟ أكيد أكيد هناك بعض القوى من المتمثل بالإطار التنسيقي تلغط على القوى السياسية السنية من أجل تمرير قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل لكن إن تم الاتفاق هناك مشكلة أكبر من هذه المشكلة وهي هل يستطيع المجلس النواب العراقي تمرير هذا العفو أو المشروع؟ الجواب بكل بساطة كلا والسبب لأنه رئاسة البرلمان هي من استحقاق المكون السني والموجود حاليا هو السيد محسن مندلاوي رئيس البرلمان بالإنابة لا يستطيع أن يجازف ويمرر هذا القانون العفو العام في مجلس النواب والسبب بسيط جدا أول شيء أن أغلب من يشمل بهذا العفو هو ليس من مكون السيد مندلاوي مع احترام واعتزازه بشخص الكريم لكن نحن نتحدث سياسة فإذا جازف ومرر هذا القانون سوف ينأكس سلبا على مساحة الانتخابية هذا من جانب من جانب آخر قد يتعرض إلى ضغوط سياسية من حلفاءه مثل ما تعرفه السيد مندلاوي قريب من الإطار وقد جاء به من قبل الإطار حتى وإن كان يتزعم كتلة سياسية مستقلة فأعتقد أعتقد تمرير هذا المشروع صعب جدا بعدم وجود رئاسة مجلس نواب أصيلة كاستحقاق المكون السني هذا من جانب شكرا لك وعضرا لك هذا من جانب آخر السيد تحياتي الدكتور سنان السعدي السياسي المستقل شكرا جزيلا لك احتضنت مدينة الفلوجة بطولة رياضة التكواندو الأولى من نوعها تحت شعار شهداء الأقصى وبرعاية الدكتور مجيد زويد العيساوي كمبادرة لدعم فئة الرياضيين وشارك في البطولة أكثر من سبعة منتخبات بواقع 160 لاعبا من مختلف المحافظات العراقية ويشار إلى أن البطولة جرت تحت إشراف الاتحاد العراقي للتكواندو الذين ثمنوا جهود العيساوي ووقوفه مع هذه الفئات وتطوير مواهبهم الرياضية برعاية الأستاذ مجيد العيساوي أقامت مدينة الفلوجة بطولة شهداء الأقصى بإشراف الكابتن عنس والكابتن عمار ما شاء الله يعني شفنا فد حرس رياضي جميل أنتج عن خامات رياضية في لعبة التكواندو جديدة وطاقات شبابية ما شاء الله اشتركت بي 160 لاعب من عدة محافظات ومختلف الأندية والمدارس الرياضية للتايكواندو بطولة شهداء الأقصى في مدينة الفلوجة على القاعة ناد الفلوجة للمعاقين برعاية الدكتور مجيد زويد العيساوي ونشكر الدكتور وما قدم دعم لهذه الفئة الشبابية التي عانت ما عانت بصراحة الألعاب الفردية يعني مظلومة ماكو أي دعم لها يعني صارنا أكثر من سنتين أي نشاط ماكو لا اتحاد قدمينه ولا أي فئة قدمتينه ومرة ثانية نشكر الأخي الدكتور مجيد على هذه الدعم لإخراج الطاقة الشبابية لبناء المحافظة خصوصا وأبناء العراق عامة نشكر دكتور مجيد العيساوي على هذا التنظيم الحلو طبعا شاركت أكثر من 160 لاعب وموية أندية وكانت تنظيم حلو ولعبين يعني مستويات زينة إن شاء الله نطمع للبطولات الخارجية طبعا شاركنا من بغداد شاركنا وجينا ودعوا أكثر من هذا من أكثر من محافظة بحثا عن الحلول تلتقي لجنة الخاصة بالمبادرة الزراعية التابعة لرئاسة الوزراء تلتقي بالمزارعين في محافظة الأنبار الذين دمرت مشاريعهم بالكامل إبان الحرب ضد التنظيم الإرهابي مزيد من التفاصيل في التقرير التاري لأول مرة وبعد عشر سنوات اللجنة الخاصة بالمبادرة الزراعية التابعة لرئاسة الوزراء تلتقي بالمزارعين في محافظة الأنبار لإيجاد حلول للمقترضين البالغ عددهم 29 ألف تتراوح مبالغ قروضهم ما بين العشرة ملايين والاثني عشر مليار دينار تم استلامها قبل فترة داعشة وبالمقابل دمرت مشاريعهم أبان الحرب ولم يستطيعوا إلى الآن تزديد ما عليهم لأنهم لم يزرعوا أراضيهم اليوم تم اللقاب المستقرضين المزارعين والفلاحين اللي حصلوا على قروض زراعية في السنوات الماطية في سنة عام 2011 و12 و13 قبل دخول داعش أو المعارك التي حدثت ضد الإرهاب أدى إلى تدمير المشاريع الزراعية بالكامل أو جزء منها بالضرر فالمشكلة حاليا كدولة وكما من المصرف الزراعي يطالب بتزديد القروض اللي بذمتهم المقترضون يوقعوا بين خيارين أما التزديد وأما حج الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر هم والكفلاء فضلا عن عرض منازلهم بالمزاد مما قد يتسبب بكارثة إذا ما تم إعادة النظر بهذه القرارات وإلغاء المبالغ المترتبة عليهم لكون مشاريعهم دمرت بالكامل بسبب الحرب ضد داعش مخرجات اللجنة كانت من جانب الفلاحة حيث سيعاد النظر بقروضهم وإعادة جدولتها فضلا عن مناقشة إلغاء الفوائد التأخيرية على مشاريعهم اليوم إن شاء الله نضح هذه الأشياء كلها وحرص سيد رئيس الوزراء على هذه الأشياء نقدم له تقريرا كاملا وافيا بجميع هذه الأشياء إن شاء الله وننصر صوت هذه الناس المظلومة والتي تعرضت إلى نكبة كبيرة وإن شاء الله الحلول القادمة وفي الجانب ذاته طالب الفلاحون بإعطائهم قروضا جديدة ودعمهم بالمرشات والبذور وزيادة الإطلاقات المائية ليتسنى لهم زراعة أراضهم والنهوض بالقطاع الزراعية من الأنبار دريس يحيى قناة الفلوجة بشأن آخر حذرت وزارة الثقافة والسياحة والأثار من اندثار الآثار العراقية بسبب التغيرات المناخية وفدت الوزارة في بيان لها أن الهيئة العامة للأثار والتراث تواصل تعاونها مع فريق التغيرات المناخية لدراسة تأثير تلك التغيرات والتطرفات المرتبطة بها على الأثار العراقية واتخذت موقع الأقيصر الأثاري نموذجا لهذا التأثير مشددة على تطوير استراتيجيات تكييف تهدف إلى الحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية في البلاد يذكر أن كنيسة الأقيصر الأثرية تقع جنوب غرب محافظة كربلاء ضمن الهضبة الغربية ويعود تاريخ بنائها إلى القرن الخامس الميلادي في نينوى وصلت عملية إعمار جامع النوري في الجانب الأيمن من مدينة الموصل إلى مراحل متقدمة وذلك بتمويل من دولة الإمارات وتنفيذ من قبل منظمة اليونسكو وإشراف مباشر من وزارة الثقافة وديوان الوقف السني وكذت منظمة اليونسكو أن عملية الإعمار وصلت إلى 70% من العمل ومن المؤمل أن يكتمل نهاية العام الحالي وشيرينا إلى وجود معوقات تؤثر على عملية الإعمار تتمثل بوجود قطع أثرية ينقب عنها من قبل هيئة الآثار فضلا عن وجود مخلفات حربية داخل الموقع الأعمال الجارية حاليا في موقع جامع النوري هذا الموقع الذي بدأت أعمال فيه في شهر شباط عام 2019 طبعا الأعمال تجري بدعم سخي من دولة المواطن العربية المتحدة وبإشراف منظمة اليونسكو وبتعاون مع وزارة الثقافة العراقية وديوان الوقف السني الأعمال وصلت مراحل متقدمة بميدان تحت ما شرطنا على الوصول إلى حوالي 70% من نسبة الإنجاز جميع الأعمال الجارية تم إعداد من خطبات لها والمصادقة عليها من قبل هيئة العمل الآثار والتراث بطراز يحاكي أفابع الأصلي للمصلة جامع وبما يخدم الواقع الآثاري والاعتماد على قوانين ونشكوة العالمية لإنجاز الأعمال بكافة تفاصيلها واشتخدام المواد في عادة إعمارها من حيث المواد الطبيعية من أحجار وأرضيات وتغليف وأعمدة وأقواص طبعا تكمن المعويقات طبعا كون الموقع هو موقع أثري وكان ضمن المخلفات الحربية فتكمن صعوبة العمل في موقع الأثري هو طبعا لكون وجود بعض القطع الأثرية التي يزم تنقيب عنها مقبل الآثار ومقبل الجهات أخرى إضافة لوجود بعض الإشكاليات لكن الموقع كان موقع يحتوي على مخلفات حربية مثل ما وجدنا سابقا غضع من العبوات في الجدار الجنوب للجامع نهاية الحصاد وهذا التذكير بالعنامين مجددا دعمه لجهود تطوير المؤسسة الدينية الخنجر يبحث مع الخزرجي تطوير عمل دوائر الأوقاف العفو العام والأحوال الشخصية على طاولة النقاش البرلمان يعاود لنعقاته ودعوات للإسراع بإقرار القوانين بجهد استخباري كبير ومنظم وثبت الأسود في صحراء الأنبار تطيح بقيادات تنظيم داعش فصائل متحالفة مع إيران استهدفت منشاة تابعة لنا واشنطن تصاعد اللهجة وتهدد بالرد أزمة اقتصادية قريبة الحدوث تحذيرات من تأثير خفاض الدولار على الموازنة وعجزها الفلوجة.TV للمزيد من الأخبار كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء إلى اللقاء